اشتركوا في القناة ويحمل العنوان كنيسة ماريو حنى مرقص والمسجد الجامع في مدينة جبيل والمعروف في مختلف الأديان انه تعطي ثقافة بناء شخصية المؤمن وبتدله على طريق الإيمان وهي بتبني المجتمع على أساس العدل والمساواة بالحقوق والواجبات وتركز جميع بالإضافة لكتير إشياء لمختلف الأمور أنها تحص المؤمن يعني بتدفشه على معرفة الله والتقرب منه وبتدعي لتطبيق مبدأ افعل الخير وتجلب الشر بالوقت ذاته على الإنسان أنه يعرف حقوقه وواجباته انت لا أمن شو من تجاوبه باحترام الكوانين والأنظمة واحترام حرية الآخرين بالمستند الثاني بيحمل كتير دلالات على حقوق الإنسان عم نشوف على يمين المستند قاضية ومحامي في لباسهم الرسمي الذي يدل على أننا في محكمة عم يتسمعوا على شخص جالس وراء المناصة فإذن هذي بتخلينا نكتشف أنه في قضية وهالقاضي والمحامي عم يسمعوا لهالشخص هيدا وعم ينظروا بقضيته من أجل إعطاءه أو الحق أو الحكم عليه إذا كان عامل شي مش منيح كمان فوق شايفين أشخاص مسكين إيدين بعضهم بدل على السلام وهو الأشخاص عم بيناده وهيدي اليافطة تدعو إلى احترام حقوق الإنسان يافطة معناتها مثل إعلان من أجل شو السلام وحقوق الإنسان بلبنان الواحد وشايفين هون تطبيق حقوق الإنسان هو مشروع يسهم فيه كل مننا كلنا سوا بدل نتفق على تطبيق هذا المشروع في وطننا لبنان إنه حقق السلام كلنا سوا إيد بإيد مصند التالت كتير مهم هو الأعلان العالمي لحقوق الإنسان شو هو هذا الأعلان هي وثيقة شو معناتها وثيقة ورقة مكتوبة أو مطبوعة تحمل شكل أصلي مش صورة شكل أصلي أو رسمة أو قانونة لشيء ما وبيقدر يستخدمها الوثيقة لتقديم معلومات أو أدلة كتير مهمة هالوثيقة هي تاريخية كتير مهمة بتاريخ حقوق الإنسان مين اللي اشتغل فيه؟ ممثلين من مختلف الخلفية القانونية يعني رجال قانون والثقافية ناس مثقفين من جميع أنحاء العالم واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بباريس سنة 1948 ب10 كنون الأول هالوثيقة هي المعيار المشترك يلي لازم كل الشعوب تطبقوا وهي هذه الوثيقة بتحدد للمرة الأولى بتاريخ البشرية حقوق الإنسان الأساسية يلي لازم عالميا الكل يحموها والكل يطبقوها بدي أطلب منكم للكراءة فقط بعض بلود ما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان رح أقرأتكم العنوين وأنتوا تقرؤون تتمعنوا فيهم وجربوا فهمهمون الحرية والمساواة التحرر من التمييز التحرر من العبودية الحق في الاعتراف أمام القانون الحق في المساواة أمام القانون والوصول إلى العدالة وبالختام رح أطلب منكم شي ترجعوا لهذه الصفحة لحتى تشتغلوا شي اللي بدي أطلبه منكم ختام المحور الأول حول حقوق المواطن وواجباته الشخصية كل الناس متساوين بالحقوق والواجبات مثل ما شفنا بمختلف الأديان بالمستوى الأول تضع العدل والمساواة قدام عيون الناس والقانون خاصة قدام المحاكم بيعطي الحق لأصحابه وكمان بيعطي محاكمة للظالم مثل ما شفنا بالمستندة التالية بالإضافة إلى أصوات الناس يلي عم تطالب باحترام حقوق الإنسان من أجل الوصول إلى السلام في حين المستندة التالية يلي بيحمل وثيقة شرعة حقوق الإنسان التي أعطت المساواة للشخص مهما كانت جنسيته أو دينه مذهبه يعني أو لو بشرته بجميع بلدين العالم وبيبقى السؤال هل نستطيع جميعاً أن نحقق العدالة والمساواة في بلدنا لبنان إذا كان الجواب نعم اكتب في عدة أسطر ما رأيك كمين يمكنكم أن تستعينوا في بعض ما ورد في شرعة حقوق الإنسان والله معكم ترجمة نانسي قنقر